السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم عزيزي المشاهدين بكل خير الطغط اليوم للإنفينتي كيو ففتي سيدان طرازل 2022 واردس هيل بهوان خلوكم متابعين عزيزي المشاهدين لهذا التقرير للتعرف على المواصفات والأسعار في بداية هذه الضغطية نتعرف على المواصفات السيارة الخارجية المصابيح الأمامية من نوع LED مع LED النهاري بالأسفل موجودة إشارات الإنعضاف وأسفلها كشاف الضباب من نوع LED أربع حساسات الأمام أثنين على الصدام واثنين على الشبك التهوية الشبك عليه شعر الإنفينتي وعلى كاميرا الرؤية الأمامية مواصفة الأنظمة المساعدة للساق غير متوفرة على هذه الفئة حسب علمي هذه المواصفات تتوفر على فئة الريد سبورت بس حبيت أذكركم أن المصابيح الأمامية متكيفة حسب مستوى العدمة الإطارات مقاس 225 على 50 أما مقاس الرنجال 18 باللون الفضي مثل ما تشوفون المرايا الجانبية عليها إشارات الإنعضاف بالإضافة إلى كاميرا الرؤية الجانبية الدخول الذكي بده مفتاح على مقابض الأبواب المطاعمة بلمسات من الكروم وهذه هي فتحة السقف هذه خلفية الأنفينيتي Q50 سيدان مثل ما تشوفون الإضاءات الخلفية من نوع LED الكروم موجود أعلى منطقة اللوحة وهذه كاميرا الرؤية الخلفية إضاءات منطقة اللوحة LED أربع حساسات ركن على الصدام الخلفي وأسفل الصدام موجود منفذين للعدم على الـ Q50 الشنطة تفتح يدويا حسب الأرقام الموضحة من إنفينيتي مساحة الشنطة الخلفية تقدر بـ 500 لتر بحكم أن السيارة مجهزة بنظام الدفع الخلفي مساحة الشنطة تعتبر جيدة جدا طبعا مقاعد الصف الخلفي قابلة للطي عن طريق السحب وبالتأكيد أسفل هذا الغطاء إطار الـ سبير الاحتياطي مع مجموعة المعدة محرك الـ Q50 مكوّم 6 سطوانات أتوين توربو بسعة 3000 CC 3 لترات هذا المحرك يولد قوة 300 حصان والعزم 400 نيوتم متر يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات هذه السيارة تعتمد على نظام الدفع الخلفي وهذه المكينة تقبل بنزين الـ 95 ومثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين مساعدات رفع البونيت تلقائية بالنسبة لمعدل استهلاك الوقود اللتر الواحد من البنزين يقطع مسافة 12 كيلو 500 متر والتقييم سيء وسعة خزان الوقود 80 لتر اعذروني أعزائي المشاهدين على هذا التكيس هذه السيارة قد تتجه إلى أحد الزبائن وهذا التكيس يحافظ على جلود المقاعد في مقعد الصف الخلفي بشكل عام مستوى راحت الركوب يعتبر جيد جدا وبالنسبة للمساحة هذه هي المساحة بيني وبين مقعد الساق المساحة تعتبر أيضا جيدة جدا مواصفات ركاب الصف الخلفي فتحات التكييف الخلفية موجودة وعندنا بالأسفل طفاية الزقاير مثل هذه المواصفات أنا ما أيدها أوكي نشوف الآن الدكاية هذه هي الدكاية عليها غطاء وأسفل هذا الغطاء حاملات الأكواب واقعيا في الخلف السيارة تتسع لراكبين بالغين فقط عندنا هنا ثلاث مساند للرأس لركاب الصف الخلفي الإضاءات الداخلية صفراء وبالتأكيد الوسائد الهوائية الستائرية مواصفة قياسية على جميع فئات الانفينيتي كيو ففتي مقعد الساق بتحكم كهربائي بثمان أتجاهات تنجيد المقاعد من الجلد باللون الرمادي الغامق والمقاعد مخرمة ومقعد الراكب الأمامي أيضا بتحكم كهربائي بثمان أتجاهات فرشات الأرضية عليها شعار الانفينيتي مع مسمى كيو ففتي أسمعكم الآن صوت تشغيل الانفينيتي كيو ففتي وطبعا تشغيل السيارة عن طريق هذا الزر بسم الله المواصفات كالتالي عجلت القيادة مكسوب الجلد مع تطعيمات باللون الفضي هذه أزرار التحكم بمثبت السرعة مع تصفح معلومات شاشة العدادات وهذه أزرار التحكم بالجهاز السمعي الرد على المكالمات عن طريق البلوتوث مع الأوامر الصوتية بويس كومنت هذا هو تصميم عدادات الانفينيتي كيو ففتي السرعة القصوى 280 معلومات شاشة العدادات السرعة الرقمية معلومات الرحلة معدل استهلاك الوقود البوصلة قياس ضغط الإطارات معلومات زيت المحرك الرسالة التنبيهية والمسافة المقدرة بكمية الوقود المتبقي وبس هذه كانت أبرز معلومات الموجودة على شاشة عدادات الانفينيتي كيو ففتي هذه الشاشة الملونة اللي تعمل باللمس مقاس 8 إنش هذه الشاشة مزودة بخريطة الملاحة اللي هو النافجيشن هذه خيارات شاشة الملاحة أحط الآن الجير ريوس علشان نشاهد تصوير كاميرا الرؤية الخلفية هذا هو تصوير الكاميرا مع الخطوط الإرشادية نشاهد الآن الكاميرات المحيطية الـ 360 درجة هذه هي هذه كاميرا الرؤية الأمامية طبعا الكاميرا جاي بالأسلوب القديم أسلوب سيرات النيسان التحكمات ستكون على الشاشة الموجودة بالأسفل مقاس 7 إنش اتصال الهاتف عن طريق البلوتوث مجموعة المعلومات اتصال الشاشة بالتطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو الواي فاي ومنافذ الـ USB وهذه مجموعة الإعدادات اختيارات الأنظمة المساعدة للساق الدليل السريع مزامنة المفتاح الذكي مع الملفات اعدادات صوت الجهاز السمعي الجهاز السمعي من شركة بوز مكوام 16 سماعة تحكم بالتكيف أوتوماتيكيا والمناخ مستقل للسائق والراكب الأمامي العودة للقايمة الرئيسية خيارات الجهاز السمعي التحكم بالتكيف عن طريق الشاشة وجهة نظري لو أنهم عاملين شاشة واحدة مقاس 12 إنش تكون شاشة أفقية راح يكون شيء أجمل نفس اللي شفنا على سيارات سوبارو الجديدة طيب عندك هنا بالأسفل نشغل السيدي التحكم بالجهاز السمعي المكون من 16 سماعة من شركة بوز طيب من المواصفات أيضا تدفئة مقعد الساق والراكب الأمامي نفس المواصفات الأمريكية وعندنا أيضا الشاحن اللاسلكي للهواتف البكية موجود هنا تشغيل واطفاء عن طريق هذا الزر جير سيارة أوتوماتيك من 7 سرعات عصل جير مكسوة بالجلد والجير قابل للتبديل مانيول هذا ماوس التحكم بشاشة الملاحة مع مشاهدة القوائم مثل ما نشوف ومشاهدة الكاميرات المحيطية عندنا أيضا اختيار وضعيات القيادة عن طريق هذا الزر نشاهد تغيير الوضعيات على شاشة الملاحة الوضعية الشخصية الوضعية الرياضية الوضعية الأساسية الوضعية الاقتصادية إيكو مع الوضعية الثلجية سنو الديكورات باللون الفضي هذه حاملات الأكواب وهذه هي السدة السدة بداخلها منافذ الـ USB مع منفذ الأيو اكسو متصل بالشاشة مع منفذ طاقة 12 بولت بالنسبة لسلامة وحماية الركاب الـ Infinity Q50 يتوفر عليها وسائد هوائية كاملة أمامية جانبية ستائرية المواصفات عن يسار الساق مانع الانزلاق اتراكشن كنترول مع فتح الشنطة الخلفية بالإضافة إلى التحكم بشدة إضاءة العدادات مع تصفير عداد الرحلات عجلت القيادة بتحكم كهربائي كما هو معتاد على سيارات الـ Infinity اعذروني أعزائي المشاهدين على هذا التكيس الموجود على الباب على باب الساق فتحوا إغلاق النوافذ جميع النوافذ يفتحوا يغلق بالعمسة وحدة التحكم بالأقفال مع التحكم بالمرايا الجانبية القابلة للطي كهربائيا مرآة الرؤية الخلفية بتاعتين تلقائي هذا بيت النظارة الإضاءات الداخلية من نوع LED هذه شماسة الساق عليها المرآة مع إضاءة صفراء ونفس الأسلوب على شماسة الراكب الأمامي وهذا هو الدرجة لأمام الراكب الأمامي وبس هذه كانت الـ Infinity Q50 طراز الـ 222 وارد سهيل بهوان الأسعار المذكورة الآن هي شامل الضريبة المضافة 17,650 ريال عماني أي ما يعادل 171,810 ريال سعودي أي ما يعادل 45,800 دولار أمريكي يشمل هذا السعر التأمين والتسجيل مع الخدمة المجانية لمدة 30,000 كم مع ضمان لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما يأتي أولا مثل ما تشوفون الجهاز السمعي على سماعات من شركة بوز أما مكابح التوقف عن طريق الدعسة هذا مفتاح الـ Infinity Q50 فتح إقفال فتح الشنطة الخلفية مع جهاز الإنذار لكل من يشاهد قناتي للمرة الأولى اشترك في هذه القناة القناة تتميز بالعديد من التغطيات اللي راح ترضيكم إن شاء الله إذا مشاهدين لا تنسوني من اللايك اللايك حمصني للاستمرار أتمنى أني كفيت وفيت من خلال هذه التغطية للـ Infinity Q50 طراز الـ 2022 وـ 22 تحيات لجميع المشاهدين أخوكم ياسر الفرسي